اشتركوا في القناة سائلنا الله العلي القدير أن يجعله عام خير وازدهار للبحرين وكافة أبنائها وأمن وأمان على الأمتين العربية والإسلامية وفي سياق الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله بوضع خطة عمل تختص بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين وجه صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الجهات المعنية بإطلاق خطة متكاملة لعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة للمحافظة على هويتها التاريخية والثقافية وتلبية الاحتياجات والبنى التحتية اللازمة للمنطقة وفي إطار التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ورئاسة مملكة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين بمتابعة تطورات الأحداث والتصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أكد المجلس على ضرورة تجنب التصعيد العسكري والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة حفاظا على أمن لبنان الشقيق سعيا إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الإقليم بعدها وجه المجلس بهمية مواصلة الجهات المعنية لكافة جهودها لمكافحة الاتجار بالأشخاص بما يعزز مكانة البحرين لتكون دائما في الطليعة على صعيد حفظ حقوق العمال وأصحاب العمل من خلال الاستمرار في تطوير إجراءات سوق العمل وذلك في ضوء تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي والذي يأتي عكاسا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم يده الله وتوجيهات صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من أجل تكريس العدالة وحماية العمال وأصحاب العمل ضمن بيئة عمل تحفظ حقوق جميع الأطراف بعد ذلك وجه المجلس الجهات المعنية بمتابعة احتياجات المناطق خلال موسم عشراء وتيسير كفة المتطلبات التي تكفل إنجاح الموسم بعدها وفق المجلس على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب صندوق التامين ضد التعطل مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في المنظمات الدولية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة بشأن اقتراح بقانون وثلاث اقتراحات برقبة مقدمة من مجلس النواب واختراح بقانون مقدم من مجلس الشورى مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بجمهورية الصين الشعبية حول تعزيز التعاون في مجال الإسكان في إطار التعاون الثنائي لمبادرة الحزام والطريق مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم حول التعاون الشامل في مجال الملكية الفكرية ومذكرة التفاهم بشأن برنامج المسار السريع لفحص براءات الاختراع بين وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين والمكتب الكوري للملكية الفكرية بجمهورية كوريا مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة حول استملاك عدد من العقارات للمنفع العامة للتطوير العمراني بعد ذلك استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير الأشغال بشأن أبرز مؤشرات الأداء والإنجاز لمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية لعام 2023 ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في منتدى سانت بيترسبرغ القانوني الدولي نتائج الزيارة الرسمية لسعادة وزير الصناعة والتجارة إلى العاصمة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة وزراء مملكة البحرين وزيارات أصحاب السمو المعالي والسعادة وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين في شهر يوليو 2024 وعشرين